مظاهرات أهالي الأحواز في إيران ضد القمع الهمجي والطائفي العنصري للنظام الحاكم هناك تتواصل ويتواصل معها قمعها وقمع كل صوت يطالب الحكومة بالإصلاح مدينة عبدان ومناطق حمدية وشيبان وكوت عبدالله في الأحواز تشهد منذ أيام صباح مساء مظاهرات للمواطنين العرب ضد حكومة طهران حتى توسعت الاحتجاجات إلى المدن الأخرى بمحافظة خوزتان قوات الأمن الإيرانية قابلت الاحتجاجات السلمية هذه بلغة القوة فقمعت المشاركين بتفريق مسيراتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات منهم بينهم نساء فضلا عن استخدام الرصاص الحي الذي أطلق باتجاه المتظاهرين المتظاهرون هؤلاء المهملون من الحكومة في طهران كذا ممن يدعون رعاية حقوق الإنسان خرجوا يطالبون بوقف القمع والتمييز الطائفي لكن هذا المظهر لا يسير على هوى نظام الحكم في إيران الذي أغلق باب الاحتجاج والاعتراض منذ إعلان ثورته في سبعينيات القرن الماضي الوضع القائم في إيران والتشديد على المخالفين لمسارات الحكومة هناك ومن فوقها نظام الحرس الثوري الحاكم الفعلي دفع لخروج أصوات داخلية بدت في بدايتها غريبة لكنها تطورت مع الأيام تطالب الحكومة برفع الظلم عن الشعب الإيراني الرئيس السابق أحمد نجاد أحد هذه الأصوات قال في تصريحات وتصعيد غير مسبوق إن مصير إيران سيكون الخراب نتيجة هذا الوضع الراهن نجاد حذر مما وصفها بعواقب نشر الظلم وقمع المنتقدين والمحتجين وطالب بالعدالة وكذلك بإطلاق صراح معاونه السابق حميد بقائي الذي اعتقل بأمر قضاء يأخذ الناس لمجرد الاحتجاج أو انتقاد المسؤولين على طريقة إدارة البلاد بل إن نجاد وصل بانتقاده لا أعلى من ذلك حتى وصل لشخص المرشد الإيراني علي خامنأي حيث اتهمه بمواصلة القمع لإسكات المنتقدين إضافة إلى مطالبه السابقة بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة رئيس القضاء لكن يبدو أن تصريحات الرجل المحسوب على التيار المتشدد في إيران يعني تيار خامنأي ومن ولاه تزداد حدة وتصعيد منذ استبعاده من الانتخابات الرئاسية الأخيرة حتى قيل إن الرجل يسير بخطة انقلابية على النظام والتيار الذي ينتمي إليه وهو ما حدى بهذا التيار أن يطالب بسجنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية لكي لا يسمح ربما بخروج أصوات مشابهة له في الجمهورية الإيرانية